نخلوا دايما الاتفاق اللي ما بين السطور وما بين حضراتكو ان احنا من اللي انحيازنا محدد ان الدولة دي بإذن الله هي دولة ناجية من كل اللي بيحصل بفضل جهد المكلف وقدرته على بناء هذه العلاقة القوية مع ظهيره اللي هو حضراتكو علشان كده التحية الوجبة دايما بتكون ليكو فلما حنشاور على حاجة صعبة او ننبه من ان اللي جاي فيه حتة مش حلوة ده مش معناه ان احنا مش قدها ده احنا بنقول لأعداءنا واهل الشر ده احنا قدها وقدود وشايفانكو هل انتو واخدين بالكو ان انتو اللي هم اهل الشر دول هتفشلوا علشان كده لما احيانا بتتوتروا من بعض الاشياء انا ببقى يعني حاسة انه ما وصلتش الرسالة كويس بتمنى ان الرسالة تصل حضراتكم ان لما نقدر نشوف ده معناه ان الدولة شايفة اكتر مننا بكتير جدا فده معناه ان احنا الدولة الناجية طيب خلونا نبدأ على طول ونقول هما الناس اللي بتشتغل على فكرة هدم الدولة هدم اي كيان مستقر بتشتغل عليه منين من مسلس او من ثلاث عناصر رئيسية العناصر الرئيسية دي اولها كده على طول لازم نقول تجارة السلاح لازم يتم الاعلاء من فكرة السلاح وتجارة السلاح لان ده بزمس كبير قوي جزء منه بيدخل في الاقتصاد الرسمي وجزء منه كبير خارج الاقتصاد الرسمي وعلشان تجارة السلاح دي فيها الفلوس اللي بتلف جوه الدولة وبره الدولة خارج المرئي خارج القدرة على المتابعة يعني خارج اقتصاد الدول وضرائب الدول وبالتالي دي الفلوس اللي مش متشافة لازم ناخد بالنا دي لازم تدعم نفسها التجارة دي نفسها لازم تدعم نفسها علشان كده لازم الدعم ده يأتي بصناعة الموت وصناعة الموت يعني الارهاب والارهاب ده يعني المواجهة لو هو ارهاب وصل لصناعة الموت او لو هو خلايا نائمة هيبقى موجود في حالة كومون استعدادا للحظة التفجر علشان الموضوع ده يشتغل بالصورة اللي تسمح بان الفلوس تبقى موجودة ويعني تخدم على تجار السلاح لازم يوصل الناس انها تاكل بعضها وعلشان الناس تاكل بعضها ده الشباكي الاساسي فيه هو الاتجار في المخدرات والمخدرات دي انواع كتير جدا وبانواعها الكتير الشباكي يتفتح على اعمار كتير فنبدأ نجهز الداخل علشان ياكل في بعضه علشان كده في التنبيه اللي شاورنا عليه قلنا لما الرئيس قال هقول وقلت مبارح وهقول في اللي جاي المطلوب في اللي جاي ناكل في بعض وبناء عليه بين السطور ما كانش ممكن يعديها كده كان لازم نرجع لورا شوية ونشوف ايه الهدف طيب لو المسلس اسمه تجارة سلاح صناعة الموت بالمواجهة او بالخلايا النائمة تعني فتح المجتمع على مصرعيها علشان نشرخه نكسره بان احنا نعزز ويبقى عندي يعني اباحة في العرض واباحة في التسوق في البيع لكل انواع المخدرات فيبقى المسألة هنا بتقول ان اللحظة اللي خلوا البلد فيها ما فيهاش القوة الامنية في 2011 واختفاء الشرطة واللي عشناه فتح البلد في حاجات كتير قوي اللي بقوله ده انا بجيبه منين على الاقل انا بقى عندي بيانات مهمة منذ لحظة اطلاق العملية الشاملة اللي على محاور الدولة الاستراتيجية واحدودها واللي ما في بيان من بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بيانات العملية الشاملة الا وكان فيه جزء مهم جدا عن ضبطيات لا مخدرات انواع مخدرات كميات مهولة مطلوب انها تدخل لمصر علشان تعمل ترويج على محورين محور الاتجار البيع وده معنى الفلوس اللي خارج الاقتصاد الرسمي وبالعملة الصعبة علشان يوقع سعر العملة الرسمية فالدولار يعلى لان الاتجار بيبقى بالدولار اتنين يعني قيمة او محور التناول علشان يفتح على مراحل عمرية اقل فنصل الى العمر اللي يبدأ من اتناشر سنة واربعتاشر سنة علشان يدخلوا يجربوا هذه الانواع من المخدرات علشان بس تبقى الحكاية واضحة قدامكم العملية الشاملة كشفت هذه العلاقة ما بين تجارة السلاح تجارة الموت بالمواجهة او بالكمون بالخلايا النائمة وتجارة المخدرات